في علاقة شابينكم أنت ومرضاكم اللي غيرتوا حياتهم لما يكبرون لما في عمار صغير يتواصلون فهل في أحد يتواصل معكم للآن أي نعم تستعجب أنه في الدول الفقيرة الأطباء الأطفال والأطباء العامين حفاظهم على السجلات متميز لأنهم يعتمدوا على الأطباء الزائرين وكل طبيب زائر ما يستطيع يقدم خدمة جيدة للمريض حتى فعلا ينظر في ما سبق فالمريض يجينا بملف متميز ويتواصل معنا أطباءهم يتواصل معنا المريض وأهله عندي من مرضايا اللي علجناهم في 2008 الآن وبفضل وجود التنسيق يقدر يستطيع يدخل المملكة ونكمله علاجه بل بعضهم عمليات تكون مثلا بعض المرضى يحتاج ثلاث عمليات يكون إحنا أجرينا العملية الأولى المهمة ويحتاج عمليتين أخرى تلطيفية كثير من هؤلاء يدخل السعودية ويعني نعمل لهم هذه العمليات اليوم بهذه المصادفة أحد آباء مرضايا قدير الولد عمره الآن ما شاء الله 17 سنة فقابلته معا ولده هم من حضره موت أصلا فقال لي هذا ابنك يا دكتور من يوم ما كان عمره 40 يوم فطبعا يتواصلوا معنا وهذا حقيقة يعني بأدي إلى علاج جيد وسؤالك مهم لأنه كثير من الحملات الناس تسأل طب أنتوا بتسووا عمليات وبتتركوهم المتابعة الأدوية لها مصحيح عندما طباء يتابعوهم ولهم والتواصل معهم والله شيد الجسد صدر أنا حقيقة فخور فيكم جدا والبلد كله يفخر فيكم ممتن لتلبية دعوة برنامجنا وهذا اللقاء ينحو منح التكريم لكم إن شاء الله دائما نتواصل وأيضا يخلق حالة تحفيزية عند الأطباء الجدد وعند الناس المهتمين بالعمل الإنساني ترجمة نانسي قنقر